يعني دول علاقة أبو وأم نورة مكانش بينهم اي حاجة مشتركة حسب حدوتة نورة وحسب رؤية نورة لأن احنا في النهاية بنقش رؤية نورة مش بنقش الواقع بنقش الواقع من منظور نورة لا طبعا دي حدوتة مش متوافقة خالص لأنه تعليميا الأمية لم تستطع أن تشبع احتياجات الراجل المرموق المتعلم والراجل المرموق المتعلم ما قدرش يعيش فيه اللي احنا بنسميه سيفير سندروم كتير احنا عندنا حاجة اسمها متلازمة المنقذ يعني ايه؟ بعض الناس لا تشعر بقيمتها إلا من إنقاذ حد بيحبوا سوبرهيروز بس دول بيبقوا معطائين يعني هو هو جيفر مش أقولك فيه شعرة فيه هاي وي بين أن أنا معطاء وبين أن أنا متهور في العطاء لا طب ولو الناس مثلا ما بتعافش تبسط غلما تبسط اللي حواليها يعني معطاء لا ده موضوع تاني خالص لا خالص خالص ده موضوع تاني يعافش يا كله واحده إلا ما أروح أتجوز يعني أنا شعرت بشيء من الإشفاق على وحدة أمية أو خلقها فرصة عمل أساعدها تاخد قرد من القروض الصغيرة قدم لها على مايكرو لون ما تجوزهاش مش عشان هي وحشة هي ممكن أحسن مني مئة مرة بس أنا مش متوافق معها بمنتهى البساطة متلازمة المنقذ بتحتاج نوع من العلاج النفسي بنعمل فيه حاجة لطيفة عندنا اسمها إعادة صياغة مفهوم الإنسان النبيل دي متلازمة موجودة عند ناس كتير ونس لطيفة المشكلة إيه؟ إيه بقى؟ إن انت بمجرد ما بتقوم بدور المنقذ بتزهده بعد فوات الأوان ما انت تجوزتها وخلاص أنقستها وبقت في بيتك بيبقى عقلك الباطن بيطلبك انت تعيشت حياة طبعية وبيطلبك كمان إنك تطلب منها إنها ترد لك الجميل طب سويني يعني اللي نورة قالته في القصة إنه فعلا هو كان مستني إنه عشان أنت أشلها هي تقوله thank you يعني أو تبقى كويس يعني الحتة دي من الحتة اللي في القصة لما شفتها ما فيهاش عوار بلغة أصدقائنا بتوع القانون يعني ماشية مع بعضها فيها pattern متصق مع بعضها يعني وحتة دي مخ يشتراها عرفت أشوف السيكونس فيها في حتة تانية ما عرفتش أشوف السيكونس فيها هي بقى هي غيارته ولا هو كان كده من الأول دي اللي أنت عايز تقولها بالضبط ده جزء من الحدوتة والجزء بتاع المبلغة في هي بتعذبه إزاي دلوقتي بتشرر لبن معي ومشتراش هاتلنا حاجة من الأخبار خليه يعيش معانا مش بكدب نورة هكذا رأت نورة ما يحدث ولكن ليس هذا ما حدث وهنا بقى في رسالة مهمة أوي لأي ابنة أو بنت في الدنيا وهم تقريبا كل الولاد والبنات في الدنيا في الزمن ده اللي أبوهم وأموهم بينهم خلافات فرقوا كويس أوي بين علاقتكم بيهم كأب وأم وعلاقتهم ببعض كأزواج لأنه علاقة الأزواج ببعض شيء شديد التعقيد يا سالي لا طبعا هيتدخل هيتفرم البصة لها ألف معنى طبعا انت وكتبقى قاعد وسامع وشايف ومش فيها عملي حركة هو بقى اللي فاهمها عشان يستفزيني بيها والناس مش فاهمة ان هو فعلا بيستفزيني دولناس بينهم درجة من درجات القرب عراقة لها قدسية ربنا ما خلقها شغل للأزواج لا خلقها بين الإخوات ولا خلقها بين الأب والأم ولا أتحدث عن الراقة الزوجية أتحدث عن درجة الأرب النفسي درجة الأرب النفسي بتما فاهم اللي قدامك حتى حركة إيده لما حركة كوباية حطين وفاهمه عايز يقولي لو عايزة تستفزي جوزك ممكن تستفزيه وانتي سكتة خالص وتورينا كلنا قد إيه الرجل ده عصبي ومتهول مالك حبيبي ده حقيقة شفت شفت ده حقيقة أنا أول محد فيهم يقولي شفت في الكابل تيرابي ساشنز تبعايز تفهم لغة يقولي ليه ما شفتش أقوله لأنه العين لا ترى ما لا يعرفه العقل وفي بينكم ما لا يعرفه عقل في بينكم بوند أو بينكم حاجة أنا معرفهاش أنتو بتتواصله على مستوى في زبزبات كده الوافلانت ده أنا مش جايبه الراداري مش جايبه نفس الكلام الأبناء عشان كده ما نتدخلش لما يكون فيه خناقة بين أبونا وأمنا صح؟ مش بس ما نتدخلش ما نتدخلش أغل الحاجة التانية الأهم ما نتأثرش في طبيعة مشاعرنا ناحيتهم